اشتركوا في القناة ومتوفرة في وزارة المالية ومتوفرة في وزارة العمل اليوم انطالبوا بصرف المرتبات فقط لكن الحكومة تشكل في اليجان تزيد اتفاقم في الموضوع وترجع فينا للسفر المعلومات موجودة وجميع العاملين كلهم عندهم ملف مالي وعندهم رقم في المنظومة وعندهم المطابقة مطبقينها عليهم وصبق صرفوا لهم مرتبات يجب ان يصرفوا المرتبات في اسرع وقت دون مماطلة المرحلة اللي يمر بها ليبيا هي مرحلة صعبة جداً وقاسية هناك غلاف المعيشة هناك كثير من المسائل الدقيقة التي يتطلب أن الدولة تهتم بها تهتم بالمواطنين تهتم بالعمال الموظفين وأهم شيء هو تحقيق العدالة الاجتماعية أي أن يتولى كل الليبيين العاملين، معلمين، موظفين في جميع القطاعات أن يأخذوا مرتبات عادلة أن يكون فيه جدوى مرتبات عادلة للجميع موحد مش واحد يأخذ 16 ألف 21 ألف وواحد أربعمية وخمسين دينار يعني هذا ما فيه شي عادل نهائياً يعني الناس تأن وتتألم ولكنها صابرة وبالتالي نحن نريد أن نوصل مطالب شعبنا ومطالب عمالنا إلى الجهات والسلطات وأن لا تكون هناك حلول يعني تسكين مسكنات لابد أن تكون حلول جدرية لأن يعيش كل ليبي حياة كريمة حياة عزيزة يستطيع أن يعلم أبناء ويعالج كل أفرادهم سرتاه مجاناً لابد من التأمين لجميع الليبيين تأمين لجميع العمال والموظفين لابد من حل مشكلة العاملين في الشركات المتعترة والشركات المساحبة هؤلاء الناس دفعوا كثير من أعمارهم وكذا والآن كم سنة هم لم تحل هذه المشاكل بيان الاتحاد الوطني لعمال ليبيا حول اليوم العالمي للعمال يحتفل عمالنا في ليبيا مع عمال العالم اليوم الأول من مايو عيد العمال العالمي وكلنا أسرار على المضي في الكفاح والنضال لنيل كامل حقوقنا المشروعة التي تكفلها المواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولي والإنساني وفي مقدمتها الحق في الحياة الحرة الكريمة الأمنة والحق في مجتمع يسوده الأمن والسلام والاستقرار والحق في التنظيم النقابي والحوار الاجتماعي دون قهر أو استغلال أو استبداد يمر علينا الأول من مايو وبلدنا الحبيب يواجه ظروف استثنائية صعبة على واقع استمرار الانقسام السياسي والصراع بين الأشرقاء على السلطة وقد يجر البلاد إلى الهاوية في ظل هذه الظروف فإن منتسبي الاتحاد الوطني لعمال ليبيا مصممون ومتحدون اليوم أكثر من أي وقت مضى في سبيل تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي ودعم الحوار ونبدو الفرقة والانقسام ونؤكد بأن الاتحاد الوطني لعمال ليبيا سوف يبقى صوت العمال الحقيقي المدافع عن حقوق ومكتسبات العمال والمكافحة لتحقيق المزيد بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات الرسمية والحكومية المختلفة إنما تتعرض له بلادنا من أكثر من عشر سنوات يتطلب من الجميع النهوض بمسؤولياتهم وتكاتف الجهود الوطنية لمواجهة الفتن وتشردم والفرقة وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية وذلك بتوحيد الجهود للوقوف صفا واحدا ضد هذه الأزمات وبالأخص عملية قفل الموانئ والحقول النفطية في ليبيا ويعتبر ذلك الإجراء خطوة خطيرة جدا وسلوك غير حكيم باعتباره يضرب الاقتصاد الوطني ويفاقم معاناة الشعب الليبي الذي يعتمد اعتمادا كليا على النفط كمصدر أساسي للدخل وسيكلف ليبيا خسائر كبيرة على مستوى الإنتاج والصيانة والعمليات النفطية إلى جانب خسائر تقدر بالمليارات التي كان من المفترض توجيهها لبناء الوطن لصنع التقدم والرخاء لكافة الشعب الليبي تحية لعمال ليبيا وتحية لعمال الوطن العربي وتحية لعمال العالم في عيدهم وتحية إجلال وأكبار لأرواح الشهداء الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل عزة الوطن وكرامته عاشت تضامن العالمي للعمالي العالمي وعاشت ليبيا دولة حرة مستقلة موحدة المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لعمال ليبيا صدر في طرابولس يوم السبت 7-5-2022